أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البرات والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والطراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا أُطِب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى بالنثى فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب مليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب معلكم تتقون أُطِب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوسية خيراً الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما آئثه فإنما آئثه وعلى الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مرس جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا فلا إثم عليه إن الله خفور رحيم يا أيها الذين آمنوا قُطِب عليكم السيام كما كما قُطِب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون أياماً معدودات فمن كان من مركم مريضاً أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فاليسر هو من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدتة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التاعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرخط إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما تتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم وأنتم عاقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى اللكام تأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر